فحسب مسؤول في النادي الاهلي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق هيكمل في التشكيلة الأساسية للنادي الاهلي يعني يا كريم يعني بعد مباراة الزمالك اللي فاتت فيه ناس كتير أقال لك لأ كيفية بقى محمد الشناوي هات مصطفى شبير وأنا هجي لك في القصة دي أقول لك بس المعلومة الأول معلومة الأكيدة إن الشناوي مكمل كأساسي في تشكيلة النادي الاهلي وإن مرسي كرة للحارس الأول بالنسبة له هو محمد الشناوي هل ده معناه إنه مصطفى شبير لأ وحش لأ هو يحتري مصطفى شبير وعارف إنه مصطفى شبير حارس كف إيه جدا أنا وقف عنده نقطة وجزئية في منتهى الأهمية عادة إحنا نتعامل مع الحارس اللي بيخش فيه هدف إنه كده كده أخطأ يعني فيه ناس حملوا الكرة بتاعة ناصر منسي لمحمد الشناوي الكرة بتاعة ناصر منسي ده في رأيه يعني ورايبة جدا سريعة جدا أولا هو جاي من وراء ياسر إبراهيم فأصلا ياسر إبراهيم هيبقى حاجة بالرؤية على محمد الشناوي ففكرة إنه أصلا محمد الشناوي بقى عنده رد فعل إنه يعمل حتى ترايع الكرة دي كانت حاجة صعبة جدا فهناس يقول لك كان فرد إيده كان عمل إيده مش عارف إزاي يا جماعة ده كل ده أقل من أقل جزء من الثانية ده أنت بتحاول يبقى عندك رد فعل سريع جدا طيب بتدفع على محمد الشناوي مش القصة كده ممكن إحنا النهاردة معنا الكاتل نصر عبد الكريم يقول لي محمد الشناوي كان غلطان في الهدف وارد أنا بحاول بس أقول لنا شفته قال لك ده مصدش ولا ضرب الترجيح ما هي دي برضه يا جماعة مش الحالس دايما بيحاول هي اسمها رقلات حظ يعني الحارس حظه ويجي معاه فيعرف يصدها يا ما يجيش معاه وما يصدهاش ويعمل الشناوي شال ضربات ترجيح أو ضربات جزاء فتحمل الشناوي أي جزء كبير من الخسارة في مباراة الزمالك ده ده ظلم تحمله جزء مع كل اللاعبين منطق مش ينفع يعدي لكن فجأة الشناوي بقى حارس سيء فجأة الشناوي ما ينفعش لها بقى سياسي في النادي الآلي فجأة لأ خلاص كفاية بقى الشناوي هات مصطفى فجأة الشناوي بقى ده الشناوي من كم المباراة اللي فاديكم لها كان متقلق جدا جدا يعني من بداية الموسم متقلق للغاية فمش منطقية برضو يعني طيب